تقديمه لجمهير المملكة العربية السعودية وبالأخص نادي النصر يمكن الاستهاد يتسع لـ 30 ألف متفرج لكن كان هناك إقبال من 120 ألف متفرج على شراء التيكتس أو التذاكر من أجل مشاهدة رونالدو كلاعب في نادي النصر السعودي قمصان رونالدو نفست بعد ساعة واحدة فقط من إحضارها للمتاجر وعرضها هناك الكل يتهافت على شراء القميص هناك أيضا خطط من أجل الحصول على عوائد مالية كبيرة جراء استقدام رونالدو هناك تفكير أيضا وتخطيط في الحصول على خدمات لوكا مودريتش لعب نادي ريال مدريد الأسباني صاحب السابعة والثلاثين من العمر الذي أدى أداء رائع مع المنتخب الكرواتي هناك أيضا تفكير في استقدام سيرجيو راموس اللعب الأسباني الذي يلعب في صفوف نادي باريس سان جرمان والذي ينتهي التعاقد معه أيضا في يونيو العام المقبل الواحق له التوقيع في هذا شهر شهر يناير لكن حتى الآن الصفقة لم تحسم هناك تفكير أيضا أشرت إليه صحافة الإنجليزية في أن أدارة نادي النصر تفكر في نيجولو كانتي النجمة الفرنسي لعب نادي تشيلسيا الإنجليزي لكن حتى الآن لم يتم حسمها الصفقة أيضا وزير الرياضة السعودي أشار إلى دعم المملكة لنادي النصر في هذه الصفقة وأنهم سيدعمون الأندية السعودية الأخرى من أجل استقدام نجوم عالميين يلعبون فيها الدوري السعودي وسقل هذا الدوري بالمهارات والمواهب والفنيات العالية واستقدام يعني أرفع المحترفين اشتركوا في القناة